بعد عشرين دقيقة من بدء جلسة اللجان المشتركة تصاعد الدخان الأبيض وأصبح للمرأة مشروع قانون يحميها ويحمي سائر أفراد أسرتها لكن إقرار المشروع لم يمر من دون معارضة فكتلة القوات اللبنانية سجلت ملاحظاتها مطالبة بالعودة إلى الصيغة الأصلية لأن توسيع القانون وفق الصيغة التي كانت أعدتها اللجنة النيابية المصغرة برئاسة النائب سمير الجسر ليشمل كافة الأسرة هو تجاهل والتفاف على حق المرأة بالحماية بحسب قراءة القوات على الصيغة المقرى أدخل التعديلات لا تستفز المحاكم الشرعية والروحية أولا المحاكم الشرعية ما إلا صلاحية إلا بس بالأضايا تبع الأحوال الشخصية ونقطع السطر ولم يطلبوا أي شيء آخر المؤسف أن مشروع القانون كما وراد بطريقة أو بأخرى كان فيه التفاف ودخول على قصة الصلاحية وده اللي يترضع له الشياطين تكمن بالتفاصيل ومن الهواجس المطروحة إضافة إلى اعتراض المجتمع المدني على بعض المواد الواردة في مشروع القانون أن تجد السلطة الروحية مدخلا إليه من باب تضارب الصلاحيات هذا قانون مدني منه قانون روحية نحن منه سلطة روحية هون تحت نطلع وانين روحية هذا قانون مدني أداء بيأمنها الاستقلالية أداء بيكون في تداخل وتشابك بكرة بالممارسة كله بيبين بالنسبة إلى النواب فإن لا علاقة لإقرار مشروع القانون بمقتل رولا يعقوب فإذا لا كان التقرير معد وكان محال إلى المجلس النياب يصال إليه من أداء خلينا نشوف التاريخ 28 أيار 2010 المؤسف أنه فيه إعلام كان مغلوط وكان عم يحاول يصوّق إلى فكرته بس بإظهار سلبيات عند الآخرين في كل الأحوال تحققت الخطوة الأولى عبر إقرار المشروع في الليجان لكن التحدي الأكبر أما نواب الأمة أن يترجم التزامهم تجاه المرأة عبر إقراره في الهيئة العامة ليصبح للمرأة قانون يحميها قولا وفعلا